بسم الله الرحمن الرحيم في البداية سيكون اليوم صريح في اجتماع هذا وهم التسلسالة للجميع القضية الأولى هي الاجراءات الأمنية الاجراءات الأمنية التي تخص حماية الناس المتظاهرين والقطاعات الاجتماعية هناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة أهمية حماية المتظاهرين وهمية حماية الحق التي تكفلها الدستور لهذه التظاهرات ولن نقبل أبدا بقمع أي تظاهرات وسوف نحاسب كل من تجاوز على المتظاهرين نقطة ثانية إن توجيهات وأمر عسكرية واضحة جدا أكرره بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلف الظمن هذه الحكومة مبثقت نتيجة وضع خاص أخطاء في حكومة السابقة أجب أننا نكرر نفس الأخطاء ولن نسمح أبدا بارتكاب أي جريمة أو خطأ أو استخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين منذ اللحظة الأولى تشكيلها الحكومة ومع هذا شفنا في الأيام خير سقوط بعض الضحايا بعد نرجى التحقيق ونطلب بإجراءة تحقيقات سريعة لمحاسبة الجنات كذلك لن نسمح للقوى التي تستغل حق الدستوري بالاحتداء على أجهزتنا الأمنية غير مقبول احتداء عليها وعلى أجهزة تقوم بإجراءاتها بحوالة نفسها واعتقال كل من يحتدي على أجهزة الأمنية أو الحق العام النقطة الثالثة أمرنا بتشكيل لجهة تحقيقية بقيادة الفريق باسم الطائي تكون أعضائها من جهاز استخبارات جهازا من الوطني وأعضاها من الجيش للوصول حقيقة ما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية ونحن هم أسبوع للوصول للحقائق كما كشفنا في الماضي عن الجنات في ساحة الطيران في تموز الماضي خلال ساعات وكذلك في البصرة الفيحاء سوف نصل للجنات في هذه التحقيقات رابعاً قضية مهمة هي عادة أعمار الناصرية ولهذا قرار تغيير المحافظة وقرار متخذ منذ أشهر ولهذا السبب قابلنا عشرات المرشحين للوصول إلى اسم يحظى بإجماع وتوافق أبنها للمحافظة الكريمة ولهذا ذهب السيد مشتشار أمني القومي وسيري جهاز أمني وطني فريق عبدالغاني الأسلية للناصرية ومن ثم ذهب السيد وزير الداخلية وما زلنا بعد جموعة وفود للوجهات الفعالية الاجتماعية والسياسية للوصول الاتفاق لحل إشكالية المحافظة ما يخفى عليكم ما يحسب أن الناصرية هو نوع من التجاذب السياسي فعلي يجب أن نحل قضية منصب المحافظة كان أمامنا خيارين أمامنا تحديا أما لابقى على الوضع نفسه أو إبعاث سات طمانين للمناطنين نحن جاهدين بالبحث عن حلول ولهذا قدنا قرار إقالة محافظة الناصرية وتكليف الفريق عبدالغني الأسد يبني المحافظة بيدات محافظة موقعة نحين اتفاق على محافظ جديد وبالخصوص المحافظة مقبلة على تحدي مهم إنسان عالمي هو زيارة قداسة البابا إلى الناصرية فأخذنا القرار لكي نبعث رسالة إلى هن شعبنا في الناصرية في مهض ذيقار نحن جادين بإيجاد الحلول وأتمنى من كل الأطراف والفعالات الاجتماعية والسياسية والعشارية والنشطاء التعاون مع الفريق عبد الغني وفي هذا الأثناء شكلنا مجلس اجتشاري يدعم المحافظة مرتبط بمكتب رئيس وزراء من تسع شخصيات من هذه محافظة ذيقار مشهود لهم بالنزاحة مشهود لهم بالكفاءة وبالخبرة ويكون هذا المكتب أو المجلس الاجتشاري مرتبط كما ذكرت بي شخصيا حتى نتابع احتياجات المحافظة ودعم المحافظة المحافظة الجديدة كذلك طلبت من الأخ عبدالغني الأسدي التواصل مع المتظاهرين مع الشيوخ مع الفعاليات السياسية والوجهة ليطرحوا مجموعة أسماء مرشحين لمحافظة ذيقار طلبنا خمس أسماء يعرضوها علينا نناقشها في مجلس وزراء ونختار أحد هذه الأسماء ما يخفى عليكم أخوان منصب المحافظ ومنصب يتم انتخابه واختياره لكن ظروف خاصة استثنائية خلتنا في وضع معين وأنه يكون محافظ يختار ويتم ترشيح من مجلس وزراء بصورة موقته وأنما الانتخابات النزيحة العادلة هي تختار المحافظة عن طريق مجلس المحافظة أتمنى أن نتعاون جميع في الاتفاق على اسم المحافظ وأطلب من الوجهاء والقوى السياسية ومن المتظاهرين ومن كل أبنى هذه المحافظة المظلومة أن يتفقوا على اسم خلال فترة قريبة عندي رسالة وجهة أهلي في الناصرية أخوتي أخواني أنا جئت في ظرف صعب معقد إيقاف محاولة تقسيم العراق أو النيل العراق وأحمل البلد من نتاج الصراع الأمريكي الإيراني على أرض العراق وكذلك صراع الأخوة فيما بعضهم ومن ثم أغادر مهمتي لحين انتهاء من انتخابات نزيها عادلة تأتي ما يتفق عليه أو تنتجه الانتخابات النزيها العادلة عليكم أن تعينوا هذه الحكومة وتعطوا فرصة لعبور هذه الإزمات كانت عندنا إزمة اقتصادية وكانت البلد على حافة النيال الاقتصادي بجهود هذه الحكومة عملنا جهود قوي جاد وعبرنا المرحلة والحمد لله والشكر اليوم وضعنا الاقتصادي بدأ في بداية صحية أفضل من السابق ونتائج الإصلاح الاقتصادي التي قدمت هذه الحكومة هدف هذه الحكومة القيام بانتخابات نزيها عادلة وحفاظ الوضع الأمني مع كل هذا الحكومة تحملت مسؤولية وقدمت ورقة إصلاح بيضاء نتائج هذه الورقة وهذه الإصلاحات نجحنا بهذه ظروف التحديات الصحية والاقتصادية أن نوفر احتياط إضافي للبنك المركزي أربع مليارات دولار وخلال فترة قصيرة جدا الكل كان يراهن على فلاس الدولة والرهان على عدم تنظيم آلية لدفع مستحقات أو رواتب الموظفين الحكومة نجحت بالحفاظ على دفع رواتب الموظفين وكذلك توفير أربع مليارات دولار لاحتياط البنك المركزي بالإضافة لهذا نجحت هذه الحكومة بمحاربة ما يعرف بمزاد السيء الصيد هذه كلها فرص ونعمل كذلك على عمل تصلاح طرحناها بالموازنة لعام 2021 تنضمن تقليل اعتمال عن نفط ولهذا في الموازنة هناك وفي ورقة تصلاح البيضاء الاعتمال عن نفط هيقل بنسبة 20% مع المكان الاعتمال عن نفط يصل نسبة 96% وين راحة 21% لا يكون الاعتمال عن نفط بـ 70% سيذهب هذا صالح الصناعة التجارة والزراءة فعدنا فرصة فأقول لأهلنا في الناصرية أعطونا فرصة لكي ننهض ونهينا في سنة انتخابات نزيها عادلة تكون هي الفاصل والحكم في العراق ونظام نظام تداولي سلمي علينا أن نتعاون جميعا أقول وخصوصا أن بعض القوى تحاول إشغالي من اللهظة الأولى بإزمات يومية لكي نلتهي بهذه الإزمات ونبتعد عن خدمة المواطنين حتى يقول البعض أنه لا الوطنيين أو الحكومة الوطنية لا تختلف على الآخرين وأنها فشلت حالها فشلت تجارب الماضية سوف لن نسمح بتكرار مفهوم الفشل سوف نتقبل تحدي سوف نتحمل الطعنات بكل صبر وبكل هدوء ولن نخضع لرد الفعل سوف نعمل على بناء أو تصحيح كثير من مسارات عملية السياسية ولن نخضع برد الفعل ولن نتورط بالدم العراقي سوف نتورط سوف نعمل بكل تأكيد لمحاربة كل الجماعات الفوضوية أو الجماعات الخارجة على القانون أو الجماعات الرهابية ولن نفرق بين الطرف وطرف جميعهم خارجوا على القانون سوف نتعامل وهم وفق مبدأ العدالة هذه الرسالة أتمنى أن تصل إلى الجميع إلى أهلي في الناصرية إلى أهلي في عموم العراق هذه الحكومة مهمتها التهية لظروف انتخابات نزيها عادلة ونحتاج انتخابات نزيها عادلة لكي نخدم ناسنا هذه الحكومة قبلت هذه المسؤولية قبلت أن تقبل هذه التحديات للوصول إلى بر الأمان والحمد لله نجحنا فيما خص الوضع الاقتصادي مخلل الانهار وإنما محاوة النهوض به وكذلك نجحنا بأن العراق اليوم يكون له دور عالمي إقليمي بالتهدئة كان وزير خارجة يوم أمس في إيران قبلها في السعودية وقبلها في جولة مكوكية في المنطقة للعمل على التهدية والجميع يستمع اليوم للعراق بعدما كان عراق متهم بأنه دولة مارقة اليوم أصبح العراق لدور محوري في التهدية مع الجميع أتمنى أن تصل رسالة وأن هذه حكومة هي خيمة للجميع خيمة للكتل السياسية خيمة للقطاعات الاجتماعية للمتظاهرين السلميين خيمة للفعاليات المجتمع المدني وهي تنظر للجميع بالتساوي هذه رسالة أتمنى أن تكون الجميع واعي أهمية المرحلة وحساسيتها ترجمة نانسي قنقر